بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في آخر جزء في شابتر 3 من خواص الهيدروليكية للصويل ألا وهو الاكويفلانت برمياباليتي فور ليرد صويل لو تذكر في الجزء السادس كنا اتكلمنا عن العوامل اللي بتؤثر على معامل النفاذية وكنا قلنا ان في معامل مهم جدا اللي هو اتجاه سريان اتجاه سريان المية بالنسبة للطبقات المترصبة وقلنا في عندنا نوعين في عندنا طبقات تعتبر هوريزونتل وكلمة هوريزونتل معلش ما تفكرش ان هي طبقات أفقية كلمة هوريزونتل هنا المقصود بيها ان الصرايان بتاع المية بتاعي كويس الصرايان بتاعي موازي للترصيب بتاعة الطبقات يعني شوفوا الطبقات هيا الطبقة واحد وطبقة اتنين واضح فالمية هنا مالها مشية موازية للطبقات فدي بيسموها مين هوريزونتل بيسموها مين هوريزونتل فلو انا عندي طبقتين المية تسير هنا ليه هتصير هنا اتفقنا عشان مية تسير لازم يبقى ايه اللي يحصل لازم يبقى فيه فرق هد فالفرق الهد بتاعي اسمه مين اتش اللي هو من هنا ل هنا عشان المية تسير فلو عندي كمية مية عايزة تخش في الطبقتين دولت ماشي هتلاقي ان كيو اسمها كيو هتتقسم لي كيو واحد هنا وكيو اتنين هنا فيه جزء يروح لكيو واحد وهيروح لمين كيو اتنين طيب احنا عارفين ان الكيو اللي هو عبارة عن مين لو تفتكر الكي في الاي في الاي او الاي في الكي في الاي ماشي تفرقش معاي فالكيو بتاعتي بتساوي ايه اللي هي المساحة كلها في مين في الكي اكويفلنت هوريزونتل وليه هوريزونتل عشان احنا شغالين دلوقتي موازل الطبقات في الاي ده الهيدروليك جريدين بس الهيدروليك جريدين بتاعة الطبقة المكافأة يعني انا عايز في الاخر تيجي لي هنا طبقة الطبقة ديت سمكها اتش واحد زائد مين H2 ديت خلاص لو شلت الطبقتين دولت وحطت الطبقة ديت قولي K الإكويفلنت بتاعتها ده المطلوب عندي فلو هنيجي نتكلم K إكويفلنت ريزونتل في l-I l-I ده بقى الهيدروليك جريجان بتاعت مين الطبقة دي كلها بيساوي إيه عندك دخلنا K1 زي K2 K1 عبارة إيه A1 في l-K1 في l-I1 زي E2 في l-K2 في l-I2 بتاعتها تعال نقول إن l-A في l-K إكويفلنت l-I هي عبارة عن مين آه ال-H كلها ما دي بتاعت طبقة كلها يبقى H على مين على l لكن هنا هيبقى فيه ضاغط للطربة ديت وضاغط مختلف عن الطربة ديت ليه عشان كل الطربة ليها مين ليها H وليها l بتاعتها فهتلاقيها مين A1 في l-K1 في H1 على l-L1 زي A2 في l-K2 بس في l-H2 على l-L A2 طيب عايزين يجيب المساحة المساحة هي المساحة خلي بالك اللي مشي في لها الطربة أو المية كده فلو هتتكلم في K في Q هتلاقي عبارة عن مين انت بتاخد في الاتجاه التاني واحد متر فبقت واحد متر في مين في الارتفاع ده الارتفاع ده اللي هو قدي H1 زي H2 في 1 في ال-K في ال-H على مين على l تعال بتساوي 1 في مين ما دي H1 في ال-K1 في H1 على مين على l1 ها l بتاعك طول المية اللي مشيت يعني ها زائد واحد برضك واحد في مين في ال-H2 في ال-K2 في H2 على مين على l 2 طيب انا عايز اخلص من دي كلها عايز اوصل في الاخر ال-K فانا اروح مودي دول هناك فال-K بتساوي ايه بص كده لما ده هيروح هناك عبارة عن مين H1 زائد مين ها H2 وفوق عبارة عن ايه بقى K1 في مين في H1 ها زائد K2 في مين في H2 ما خلاص ما ال-H على l-H عليه ده كله ماله خلاص ده في الحالة ديت كله زي بعضه فضاره فاللي تفضلي فال-A1 طار فبقت H1 في مين في ال-K1 H2 في مين في K2 ليه؟ عشان خلي بالك ان H1 بتساوي H بتساوي H2 تاني حاجة لازم تعرف ان ايه؟ ان L L اللي هو طول المسافة اللي المية هتمشيها في الصيل L ده ها L هو هو مين L1 هو هو مين L2 فلما تيجي تعود هنا هتلاقي ان ده طر مع ده طر مع مين مع ده هاجيب ده الناحية التانية فبقى القانون عبارة عن مين Submission H في K Submission H في مين في ال-K على Submission H طبعا بأي عدد من الصيل لو كانوا 3 هتحط بقى H1 في K1 زائد H2 في K2 زائد H3 في K3 على H1 زائد H2 زائد H3 أما لو كانت الصرايان بتاعي عمودي عمودي على مين على الطبقة يعني انا عندي طبقة مين صيل واحد لها K1 وصيل اتنين لها K2 دي السمك بتاعها مين H1 واحد والسمك هنا مين H1 اتنين تقلي بالك هنا بقى لو في عندك كمية مية دخلة هنا لازم تعدي على الطربة كلها على الطربة دي وفي نفس الوقت تعدي كلها على الطربة الاخرى دي يبقى المية هتخش هنا Q بتساوي Q1 بتساوي Q2 الحاجة التانية بقى بعكس الحالة السابقة لو انا عندي الضغط هنا بتاعي H اللي هو اللي هيخلي المية تمشي من هنا الهنا من هنا فهتلاقي الطربة الاولانية لها ضاغط اسمه مين H1 لو حطيته هنا هو كده يديك ال H1 ولو حطيته هنا هو تليها مين H2 فلازم تخلي بالك من الرسمة اللي قدامك دي نرجع لقانوننا احنا عارفين الكيو بتساوي A في K في I A في K Equivalent Vertical في ال I A1 في K1 في ال I1 طبعا ديه بتساوي ديه بتساوي ديه بتساوي ديه بتساوي ديه خلي بالك الارية هنا بقى بتساوي ايه الارية بتاعتك هي خد اي مسافة من هنا خلاص في واحد طبعا هي نفس الارية اللي هتبقى فين للطبقة التانية هي هيها نفسها للطبقة التانية كلها فالإيه دي ممكن اللي يحصل A هنا في الحالة دي بتساوي A1 بتساوي مين A2 فطروا مع بعض فبقت ال K Equivalent Vertical في ال I بتاعتها بتساوي K1 في ال I1 في ال K2 في ال I2 طيب ال K1 ال K Equivalent في ال I بتساوي مين K1 في ال I في ال K2 في ديه طيب يبقى ال I بتاعتي خلي بالك لو انا عايز اجيب ال I1 بدلالة ال K Equivalent Vertical هعمل ايه؟ هروح مودي ال K1 ديه هناك فإن اللي يحصل؟ طيب ال I1 بتساوي مين؟ K Equivalent Vertical على K1 في ال I ماشي؟ وال I2 ما خلي بالك الآيات هنا مختلفة ليه الآيات مختلفة؟ بسبب بسيط جداً ايه هو؟ ان ال H مختلفة ال H ديه غير H ديه غير H ديه فانا جبت ال I1 وجبت ال I2 الضاغط بتاع التربة الاولاني غير الضاغط بتاع التربة التانية ف ولكن مجموعة ضاغط ثابت يعني H بيساوي مين؟ H1 زايد H مين؟ 2 طيب H عبارة عن مين؟ ما نعرف ان ال I بتساوي ايه؟ H على L صح؟ هنا ال L بتاعك اللي هو الصرايان بتاعي كله الصرايان بتاعي ال L دي عبارة عن مين؟ H1 زايد H2 طول الصرايان اللي المية مشيته فلو عايز اجيب بقى الضغط يبقى ال H تضربها في مين؟ اللي I تضربها في مين؟ في ال L يعني ممكن نقول H اللي هو بيساوي H1 زايد H2 بيساوي مين؟ I بتاعت ال H في مين؟ في H1 زايد مين؟ زايد H2 ده بيساوي ها H1 اللي هي I1 في ال H1 زايد ها I2 في مين؟ في ال H2 تعال بقى انا عوض I في H1 زايد H2 دي ال I العادية بتساوي انت كنت لسه جايب لي ال I1 بتساوي مين؟ K-Equivalent في ال K1 في ال I في ال H1 زايد ها ناحية التانية نفس الكلام I2 بتساوي مين؟ K-Equivalent Vertical على مين؟ على ال K2 في مين؟ في ال I بتاعتي الكلام ده مضروف في مين؟ في ال H2 طيب انا عايز اجيب ال K-Equivalent Vertical تعال ناخده عامل مشترك هناخده عامل ايه؟ مشترك فتلاقي اللي يحصل هتلاقي اينا طبعا في هنا I وهنا I وهنا I خلي بالك الايات ديت مش I1 ولا I2 ده ال I اللي هي بتاعت التوتر فعشان كده طيرتهم عادي فلو انت عايز تجيب ال K-Equivalent خده عامل مشترك فبتساوي مين؟ H1 زايد H2 على H1 على K1 واحز H1 على مين؟ على K1 زايد H2 على مين؟ على K2 يعني ال K-Equivalent قانون بتاعها H1 زايد H2 على H1 على K1 زايد H2 يعني بيساوي على Sommission H على K بأي عدد من الطبقات يبقى احنا في ال Part اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة نقدر نجيب ال K-Equivalent الHorizontal وال K-Equivalent الVertical وخلي بالك كلمة Horizontal ديت مش معناها افكي والVertical دي مش معناها رأسي Horizontal يعني الطبقات موازية لاتجاه سرايان المية وهنا الطبقات عمودية على اتجاه سرايان المية شكرا وإلى اللقاء في شابتر 4 إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته